النهاردة هنعمل بطاطس بشكل مختلف تماما وجديد هنعمل بطاطس تنفع للفطور تنفع للعشا تنفع لسحور رمضان طعمها حلوة جدا وكمان مختلفة وأحسن كتير من البطاطس المقلية وأطعم كمان من البطاطس المسلوقة ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشيروا لأصحابكم وقريبكم وحبيبكم وكمان تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول حاجة هنحتاج بطاطسيتين متوسطين وجذرة كبيرة شوية هنبشر البطاطس والجذر بالمبشرة دي ممكن كمان تستخدموا المبشرة العادية وممكن كمان تقطعوا رفيع بالسكينة أنا هبشر البطاطس والجذر وهحطهم على جنب أنا بشرت الجذر في طبق لأني مش هقسله بس هبشر البطاطس في مصفة عشان هقسلها وهسيبها تصفة لازم نغسل البطاطس عشان النشا اللي فيها تنزب بعد كده في طاصة على النار والنار تكون متوسطة هحط في الطاصة معلقة سمنة أو معلقة زبدة وممكن كمان استخدم معلقتين من الزيت أول ما السمنة أو الزبدة تسخن كويس هضيف عليها فصين توم مفرومين وهشوح التوم ده حوالي عشر ثواني بس يدوب هقلبه بس ولازم التوم ما يغيرش لونه عشان لو تغير لونه وتحول للبني بيمرر وبيكون طعم وحش يدوب بس تقلبه تقليبة واحدة بس بعد كده تضيفه معلقة صغيرة من هارسة الفلفل الأحمر وأنا عاملة طريقتها هسيب لكم اللينك تحت الفيديو ده برضو هشوح الفلفل يدوب تقليبة واحدة بس بعد كده أضيف الجزر والإضافات دي بتكون ورا بعضها يعني ما فيش بينهم أي وقت خالص بعد كده هضيف البطاطس طبعا أنا غسلتها وصفتها كويس من الميا وأقلب كده البطاطس والجزر بالراحة خالص أجيب كده من تحت الفوق بالمعلقة بعد كده هضيف التوابل التوابل بسيطة خالص هي ملح وفلفل أسود بس حوالي نص معلقة ملح أو حسب الرغبة وربع معلقة فلفل أسود بعد كده أكمل تقليب التقليب بيكون بالراحة أجيب من تحت الفوق عشان التوابل تختلط كويس مع البطاطس والجزر وكمان الفلفل والتوم بعد كده هضيف عليها ربع كباية من الميا وممكن كمان ما ضيفش ميا بس لازم أوطي النار خالص واسبها تستوي حوالي تلت ساعة بس لو أنا عايزها تستوي بسرعة هضيف ربع كباية من الميا وأغطيها واسبها حوالي عشر دقايق فقط على نار تحت المتوسط بشوية يعني النار بتكون هادية شوية بس مش هادية قوي بعد حوالي عشر دقايق أو ربع ساعة بالكتير بلقيها شربت الميا واستوت وما تهاردش خالص بالشكل ده وأنا ما بقلبهاش كتير عشان ما تتهريش وكده خلاص البطاطس خلصت بالهنة والشفة شايفين سهلة جدا ازاي وما بتاخدش أي وقت خالص تنفع زي ما قلتولكو كفتار وكعاشة وكمان سحور لرمضان هتكون حلوة جدا وتغيير لطعم البطاطس وبالذات البطاطس المقلية لو جربتوها هتعملوها دايما بالطريقة دي ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وبالهنة والشفة مقدما وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر